بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة وطالبات صف السالح السنوي أهلاً ومرحباً بكم من لقامة أجدد ومنصة البث المباشر معكم أحمد عبد الرحمن معلم أول ألف تاريخ مدينة طور سيناء لإذن الله نهاردة هنأخذ جزء آخير من الفصل الرابع لكن قبل ما نستنبله ونبدأ معنا مجموعة أسئلة لتنشيط الزكرة جد أولاً مراجعة جزئية قبل ما نبدأ أي حاجة أنا هستازينكم عايزين يكون فيه وراء وألم أو يكون التليفون بتاعكم جنبكم على شكل لو فيه أي معلومة تداروا تسجلوا سؤالي لو بيقول اصدار سلطان فرامان بعزل خرشة وتعيين محمد علي لهو سنة 1805 وضع دستور 1923 ودخول مصر المرحلة الليبرالية المدلول السياسي للأحداث السابق هو لما ليس نتذكر مع بعض عندما قام سلطان واسماني بإصدار فرامان لعزل خرشة باشا وتعيين محمد علي سنة 1805 لما نتذكر أيضاً فكرة وضع دستور 23 ودخول مصر المرحلة الليبرالية كده أستاذ إحنا ربطنا الفصل التاني من الفصل الرابع الله ينور عليه الرابط هنا كفكرة معينة فكرة إيه مين كان السبب في عزل خرشة وإيه معنى كلمة وضع دستور أو وجود دستور عزل خرشة اللي كان سبب فيه وسبب مباشر هو إصرار الشعب المصري بتمسكه من محمد علي ليكون حاكماً على مصر معنى كده إن محمد علي تم تعيينه حاكم على مصر كويس برغبة من الشعب أي إن الشعب هو صاحب الأمر في هذا الموضوع كذلك الأمة مصدر السلطات كويس أو إن موجود وجود دستور ده يعني إن الأمة هي مصدر السلطات إذن المدول السياسي أو النتيجة أو القيمة اللي أنا هاستخلصها من الحديثين هو اعتبار الأمة مصدر للسلطات لما نجيش نشوف بعد كده السؤال التاني معنا أنتهت السيادة العثمانية على مصر في العقد الثاني من القرن العشرين نتيجي يعني يا أستاذ عقد الأول العقد ده شباب فترة زمنية مدتها عشر سنوات وإحنا نسق بروا عارفين إن القرن مدته مئة سنة تاني العقد مدته عشر سنوات والقرن مدته مئة سنة ده معناه إن القرن به حوالي عشر وقرن لما اجتكلم عن العقد الثاني من القرن العشرين معنا كده يا أستاذ اللي انت بتتكلم في الفترة اللي هي بعد سنة ألف تسعمائة وعشر بعد ألف تسعمائة وعشر من ألف تسعمائة وعشر وقع أمر مهم جدا أدى إلى إنهاء السيادة العثمانية على مصر يا أستاذ احنا كده منتكلم عن النتائج التي ترتبت على الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا الحرب العالمية الأولى وقيام إنجلترة بعزل الخديوي أباس حلمي وتعيين السلطان حسين كامل السؤال الثاني بيقول انتهت السيادة العثمانية على مصر في العقد الثاني من قرن العشرين نتيجة متى انتهت السيادة العثمانية على مصر والله يا أستاذ احنا درسنا ان السيادة العثمانية على مصر انتهت عندما دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى ضد دول الوفاق لها إنجلترة وفرنسا فقامت إنجلترة بإلجاء السيادة العثمانية وأعلان الحماية البريطانية أنا عايز هنا جملة تعطيني معنا قيام الحرب العالمية الأولى والله يا أستاذ انا شايف الكفاحة الوطني منهوش علاقة لاني الشاب المصر في وقتها كان لسا ما تمسك بفكرة الولاء للدول العثمانية وفكرة الجامعة الاسلامية ولا قرارات مؤتمر الصرح النهاية كلها كان خداع سياسي وفشل ولا انضمان مصر عضوية عصبة الامم المتحدة بان ده حدث سنة سنة 1936 يعني العقد الرابع من القرن العشرين يبقى الاجابة هي تضارب المصالح الدولية وقيام الحرب العلمية الاولى الاجابة به السؤال اللي بعد كده معنا تناقضت سياسات وزارة الشعب في المجال الاقتصادي معناتها نفسر السؤال الاول سياسات وزارة الشعب مين هي وزارة الشعب والله يستخدمت وزارة الشعب اللي هي الوزارة بتاعة سعد زاجلول التي تم تشكلها سنة 1924 الله ينور عليكم هل وزارة سعد زاجلول او وزارة الشعب اللي هي كانت سنة 24 كان لها اي جذور في الحياة الاقتصادية اه يا أستاذ ده قامت بتحرير الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية قامت بفصل العملة المصرية عن العملة الأجنبية طيب هو فصل العملة المصرية عن العملة الأجنبية كلمين اللي عمله كنا احنا درسناها أستاذ ان ربط العملتين المصرية بالعملة الأجنبية حدث عندما تم إنشاء البنك بأهل المصري وده احنا درسناها في الفصل الثالث يبقى انا كده عندي برضو سؤال ربط جديد ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع ولازم يا شباب تتعودوا لو يكون في نوع من أنواع يعني بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ثم بعد كده اعتمدوا على نفسكم لما كنت تزاكر وربنا يرزقك كده بأي فكرة تقدر تربط بيها بين حدثين في المنهج احنا دلوقتي ربطنا بين أحداث وقعت في الفصل الثالث والفصل الرضا سياسات وزارة الشعب تتناقض مع إنشاء البنك الأهلي الذي قام بربط العملة المصرية بالعملة الأجنبية وكنا درسناها في الفصل التالي كنتيجة من نتاج الاحتلال البريطاني على الأحوال الاقتصادية في مصر واتكلمنا عن البنك الأهلي تحديدا عندما تم إنشاء تمام كده لما قلنا لو ربط العملة المصرية بالعملة الأجنبية احتكر إصدار الأوراق المالية المصرية والكلام ده حدث سنة 1898 تم إلغاءه إمتى؟ تم إلغاءه سنة 1924 عندما تم تشكيل وزارة ساعة زجلون السؤال البعضي كده من العوامل التي سهلت على إيطاليا احتلال الحبشة في عام 1935 كنا نحن درسنا الحصة اللي فاتت إن سنة 1935 قامت إيطاليا باحتلال الحبشة أدى ذلك إلى توطر الموقف الدولي في عهد وزارة توفين سنباشا كل هذا كلام ده كلامنا في ظروف عقد موعدة 36 إلا خل إيطاليا تحتلل الحبشة يوسسك عشان هي قد قوية يركد إيه؟ إلا خل الموضوع سهل بالنسبة لها إلا خل الموضوع سهل بالنسبة لها يا شباب إن أصلا إيطاليا كنت موجودة في شرق إفروكي هي كان لها مستعمرات قبل كده أستاذ في شرق إفروكي آه لما نجد نفتكر مع بعض كده الأحداث التي وقعت في شرق إفروكي عقب القضاء على الثورة المهدية فاكرين الثورة المهدية اللي تم القضاء عليها في أواخر عهد الخدية وتوفيق والتي أدت إلى حدوث نور باسم حديثة فاشودة 1898 فاكرين الثورة المهدية اللي بسببها أو نتيجة القضاء عليها خرق الجيش المصر من هذه المنطقة فدخلت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا في صباق استعماري في شرق إفروكيا وقامت إنجلترا باحتلال أغندا وقامت إيطاليا باحتلال أريتريا وجارد فيرل اللي هي الرأس الأغضر يعني يصل إيطاليا كانت موجودة في شرق إفروكيا عندها قواعد عسكرية وعندها جيش فكان سهل عليها لها تتحرك وتتوسع إذن الإجابة هنا هي الأحداث التي أعقبت الثورة المهدية ودي موجودة في الفصل الثالث اللي هي حادثة الأمور التي سبقت حادثة فشود تمام؟ طيب إن شاء الله تبقى لأسئلة واضحة وإن شاء الله تبقوا مستفيدين السؤال بعد كده فشل معادة العريش 1800 حادث 4 فبراير 1942 كلا هما أو المواقف السياسية دي نستنتج من أحدثها فصل أول وفصل رابع برضو واجه ربط بشكل أشكال رابط أو الترابط أو العلاق فشلت معادة العريش ليه؟ الله أستاذ كنا درسنا أن معادة العريش فشلت بسبب تدخل إنجلترا وإصرارها على خروج الفرنسيين من مصر بعد إعلان استسلمهم وتسليم أسلحتهم يعني أسرح حرب يعني إنجلترا هي اللي أصرت على فشل المواهد أو هي اللي كانت سبب في فشل المواهد وهي اللي أدت إلى لجاية المواهد أيها أستاذ إنجلترا احنا فاكرين كويس جدا مش هننسى إن شاء الله طيب حاصل بها فبراير حاصل بها فبراير مستر لما الجيش الإنجليزة برضو حصل قصر الملك فاروق قصر عبدين وأكبروه على تغيير رئيس الوزرح حسين سيرل يعني هنا إنجلترا هي اللي أدت إلى فشل معادة العريش وهنا إنجلترا هي التي أدت إلى إسقاط السلطة التنفيذية أو أحد عناصر السلطة التنفيذية يبقى أنا استنتجت إيه إن إنجلترا كانت بتعمل اللي هي عايزة في مصر إنجلترا كانت كلمتها مسموعة في مصر طيب إيه الدليل على ده أو ده يدل عليه طبعا الإجابة بقت واضحة جدا يا أستاذ بعد الشرح بإذن الله يعني اللي هي سيطرت إنجلترا على مجرية الأمور في مصر طيب نشوف اللي بعد كده الحرب العالمية الأولى تصريح تعني عشرين فبراير 1922 يعتبر القاسم المشترك بين نتائجهما بالنسبة لمصر هو الحرب العالمية الأولى وتصريح تعني عشرين فبراير النتائج بتاعتهم متشابهة أو في نتيجة متشابهة اللي هو تغيير لقب حاكم مصر والله يصدرت في الحرب العالمية الأولى تم عزل عباس حلمي وكان لقبه جديوي وتم تعيين حسين كامل ومنحه لقب سلطان يبقى كده لقب حاكم مصر في الحرب العالمية أو بعد أثناء الحرب العالمية الأولى وأعلنها أدى إلى تغيير لقب حاكم مصر من خديوي إلى سلطان تصريح تعني عشرين فبراير برضا أستاذ ده أدى إلى تغيير لقب حاكم مصر من سلطان لملك يبقى الاثنين كان لهم نتيجة متشابهة الاثنين أدوا إلى تغيير لقب حاكم مصر حرب العالمية الأولى من خديوي اللي هو عباس حلمي آخر خديوي إلى سلطان اللي هو حسين كامل أول وآخر سلطان لأن اللي جبع دي لابش آخر سلطان اللي جبع دي فؤاد كان السلطان فؤاد وبعد كده أصبح الملك فؤاد الأول عندي تصريح تعني عشرون فبراير أدى إلى تغيير لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك وده كان فاروق الأول السؤال بعد كده ده جيثة نواية عامة دور أول السنة اللي فات منشت تجارية الأهرام التي أمامك جاء نتيجة أي من الأحداث التالية طب تعال يا سوز نرى منشت نرى من منشت نيجزنا كده من نديها كده المنشت بيقول ماساية القاهرة في ستة وعشرين يناير الف تسعمية اتنين وخمسين تدمير فونتج لا سأواني يا أستاذ مش هنحتاج نيرا كلها ستة وعشرين يناير ده السنة يوم مميز ستة وعشرين يناير ده اللي قاهرة حرقت فيه صح؟ اه صح اللي نور عليكم لحد زمائلنا اللي كانوا في سنوية عامة السنين اللي فاتت قالوا ان المنهج كان مسمي اليوم ده بيوم السبت الأسود يوم ستة وعشرين يناير الف تسعمية اتنين وعشرين ستة وعشرين يناير كان موافق يوم سبت عرفة تاريخيا باسم السبت الأسود ليه يا أستاذ السبت وليه الاسم وحش كده أصلا اليوم ده شباب قاهرة حرقت فيه كل المنشآت كل وسائل النقل العام معظم الشركات المصانع كم الحريق والنيران كان هال جدا في اسم السبت الأسود طب يا أستاذ نرجع بقى للسؤال بعد إذنك هو أنا عازي أعرف ايه سبب الحريق ده أهو عازي أعرف ايه سبب الحريق سبب الحريق أستاذ اللي حدث لإخواتنا وأبهاتنا وعمامنا الطباط في مسبحة الأسماعالية يوم خمسة وعشرين يناير لما قوات الاحتلال البريطاني حاصرت مبنى بحفظة الإسماعالية علشان تجبر قوات أو ضباط الجيئة ضباط البوليسة المصر على تسليم أسلحتهم فالضباط رفضوا ووزير الداخلية فواد سراء جدين رفض وضرت معركة كبيرة جدا ببين جيش بريطاني مع أقوى الأسلحة اللي في العالم وبين مجموعة من الضباط المصريين استشهدوا جميعا يوم خمسة وعشرين يناير علشان كده خمسة وعشرين يناير هو عيد ضباط الشرط يبقى الإجابة يا أستاذ هنا تداعيات مسبحة الإسماعالية هو يعني تداعيات يا أستاذ مرش غير نتاج الأحداث التي وقعت عقب مسبحة الإسماعالية الإجابة داني نستعين بالله ده بدأ درس النهاردة عوامل قيام صور الثلاثة وعشرين يوليو الف تسعمية اثنين وخمسين ما هي عوامل قيام صور الثلاثة وعشرين يوليو احنا درسنا في المنهج بتاعنا صورات كتير جدا يعني احنا درسنا في المنهج صورة القاهرة الأولى صورة القاهرة التانية درسنا الصورة العربية بكل مظاهرتها سواء كانت مظاهرة عبدين الأولى أو التانية أو تجمع شهر مايو درسنا صورة تسعة عشر النهاردة ندرس صورة جديدة وهي صورة تلاتة وعشرين يوليو الف سمية اثنين وخمسين لما نجي ندرس الصورة دي يا شباب هللاقي ان الصورة دي هتعبارة عن عوامل متراقمة قديمة يعني يا أستاذ يعني الصورة قامت سنة الف تسعمية اثنين وخمسين لكن لما تجي تبحث عن أسبابها هتلاقي بترجع لسنة الف تسعمية اثنين واربين طيب واحدة واحدة يا أستاذ إلا حصل إن ضباط الجيش المصري أدركوا إن مصر لازالت محتلة إزاي أستاذ محتلة دي كان فيه معادة سماعة معادة سبتة وثلاثين قالت إن مصر أصبحت دولة مستقلة وإن كمان مصر هتخلش هتدخل كوضو في هزبة الأمم المتحدة إزاي تبقى دولة محتلة لا الأحداث أثبتت إن لازالت إنجلترا هي المسيطرة على الأمور في مصر والدليل على ده حادثة فبراير ألف سمائة واربين يبقى أول عامل والعامل الأساسي لقيام الصورة هو استمرار الاحتلال البريطاني لمصر حيث أثبتت الأحداث إن موعدة ستة وتلاتين إلا هي موعدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا لم تؤدي إلى استقلال حقيقي فكان تحرير مصر هو الهدف الأساس للصورة هو إيه هي الأحداث اللي أثبتت إن موعدة ستة وتلاتين لم تؤدي إلى استقلال حقيقي أنت لسه يا الأستاذ اللي إيه حادثة أربعة فبراير اثنين والبعين لما الجيش البريطاني تدخل وحصل قصر الملك فرو وأجبره على عزل ورئيس الوزراء ما هي لو مصر دولة مستقلة استقلال حقيقي ما كانتش إنجلترا تغرأت وتدخلت في شؤون مصر إذا الموعدة ستة وتلاتين كانت حبلة على وراء الله يناور عليكم ده رقم واحد تعالي نشوف رقم اثنين العمل التاني من عم قيام الصورة هي حرب فلسطين سنة 1948 القصة بدأت لما مجموعة من العصابات اليهودية احتلت الدولة الفلسطينية الحدث إن الدولة العربية وعلى رأسهم مصر قرروا لهم يدخلوا فلسطين لطرد العصابات اليهودية واسترداد الأراضي العربية الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار لأهل فلسطين لكن لأسف شديد ديش المصر داخل الحرب دون استعداد كافي يعني يا أستاذ دون استعداد كافي يعني ما فيش تدريب حديث ما فيش أسلحة كافية ما في الزخائر ما فيش خطة موحدة أمور كتيرا جدا قدت إلى هزيمة الجيش هزيمة سيئة جدا الهزيمة دي قدت إلى أصابة الضباط المصريين بحالة نفسية سيئة جدا كتاية السبب الرئيسي في تفكير الضباط في الدخول في الحياة السيئة حتى كتاب يقول لك إيه إن الضباط المصريين اللي شارقوا في حربه 48 شافوا بعينهم الجريمة اللي ارتكبها الملك فاروق لما أرسلهم بدون تدريب جريمة آه جريمة ولما جيش بلدك تبعطه بدون تدريب ولا أسلحة وحتى الأسلحة بعد كده تم اكتشاف إنها كانت أسلحة فاسدة ودي كده جريمة وإنت ده تعمل اللي أنت عايز تيز الجيش الوطن بتاع بلدك كانت من أهم العوامل أيضا التي أدت إلى قيام صورة 23 يوليو هي حربة 48 رقم 3 الأسلحة الفاسدة أسلحة لا تصلح للإستجدام تم شراءة بفلوس كتيرة جدا النيابة بدأت تحقق الأسلحة دي بايزة ليش ترينها النيابة قالت واتحالات أثبتت إن اللي اشترى الأسلحة دي حاشية الملك أو بعض رجال حاشية الملك اللي هم المقربين من الملك فمعنى كده إن الشبهات أحاضت بالجميع ودي أيضا كانت من الجرام اللي ارتكبها النظام الملكي في حق الجيش تم سواء الرقم أو العامل رقم 4 سوء الوضع السياسي في مصر والذي بلغ أقصى درجات الإنحلال والفساد والربع الأخير من عهد الملكي بسبب الوضع السياسي في مصر كان سيء جدا سواء كان بسبب فساد الملك الدكتاتورية بحثه المستمر لو عايز يفرض حكمه المطلق المستبد حتى لو دعا لحساب حريات الشعب المصري الى حزاب السياسية اللي جاي من أقليات محنش عارف انا حاجة كل الأمور دي كان واضح جدا ان الوضع السياسي في مصر سيء وظل يسيل من السياسي الى أسوأ الى آخر العهد الملكي بعدها كان انفجار الصوت تعال نشوف الجزء اللي بعد كان رقم 5 سوء الأحوال الاجتماعية والتي تمثلت فيه الأحوال الاجتماعية في مصر أيضا كانت سيئة أهو كانت سيئة كانت سيئة بسبب ظاهرة الاجتماعية يسمعها الاقطاع أو يعني اقطاع يوسط الاقطاع ده ده الدولة تمتلكها فيها وليلة الدولة فيها كتير لكن للأسف شديد تمتلكها فيها وليلة وبقيت هناك شغالين عندهم فمسلا ما تجد بص على الأراضي الزراعية تجد ان الأراضي الزراعية كلها يمتلكها عدد قليل وقيد المصريين مضطرين اللي هم يشتاجلوا عمال عندهم بأجور زي ده جدا أو يأجروا بالأراضي منهم وسواء ده وده ظاهرة الاقطاع كانت من أهم الظواهر التي أدت على الظلم الاجتماعي يا أستاذ ما عليش بتقول كلمة الاقطاع دي بتاني نفو ده نحن أخذناها من كده ما هي ظاهرة الاقطاع دي هي التي أدت أو كانت أحد أهم عوامل قيام الثورة الفرنسية يعني يعني إذا أستاذ انت عايز تقول ان احنا ممكن نربط بين الفصل الأول والفصل الرابع آه سوء جميل جدا هنجي نقول ان الثورة الفرنسية لقامت سنة 1789 وثورة الضباط الأحرار 1952 من أسبابهم المباشرة هو انتشار النظام الاقطاعي أو ظهور ظاهرة الاقطاع طيب تعني نشوف اللي بعد كده بكده الفلاحينه كانت حاليتهم سيئة وتعبنين ومدهئين جدا ما عندهمش أراضي طيب اللي بعد كده ضياح حقوق العمال ما لهم يا أستاذ وما للمصانع ما لهمش تأمينات ولو واحد فيهم نسأل لا لعفية تعور أو تعرض لإصابة قوية هيترمى في الشارع دون تعويض لأن ما فيش قوانين بتحميه ولو واحد عجز ومش قادر يشتغل ما فيش معشات يعني يا أستاذ لا معشات ولا تأمينات ولا تعوضات ولا أي حاجة ولا في قوانين تحميهم معنى كده لهم كانوا لقمة سهلة جدا بالنسبة لأي رأس مالي مستبد بالنسبة لأي واحد عنده شات فلوس وعمل مصنع كان بيمتصد مال عمال دي عوام القيام ثورة 23 يوليو 1952 لو أستاذ أنت بتشرح كده وفي طالب شاطر أنا شايفه هو تن شاء الله يعني ماسك ولا ولا وقال إيه قال إن إحنا ممكن نقسم عوام القيام ثورة 23 يوليو زي ما قسمنا ثورة العربية يعني أتعمل إيه يعني ممكن نستاذ يقول مثلا إن في أسباب عسكرية وأسباب سياسية بتاعنا ناخدها بالترتيب في أسباب سياسية وعسكرية واقتصادي وعاكتماعي طيب إزاي لو جينا قلنا يا أستاذ إن في عوامل سياسية قدت إلى قيام ثورة 23 يوليو هقول استمرار الاحتلال البريطاني لمصر اللي هو تحقيق استقنال مصر وصول الوضع السياسي اللي هي رقم واحد واربعة قدامكم مع الشاشة حالا جي مثال عليها العوامل السياسية اتنين وثلاثة أستاذ عوامل عسكرية طيب رقم اللي هي خمسة سوء لأحوالي اجتماعية جي أمور اقتصادية واجتماعية أمور إيه اقتصادية واجتماعية في سؤالين هم يا شباب إحنا عايزين نقولهم صلاة رسول الله قال البطل أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز ده شباب قنضابط في الجيش المصري اللي راح حرب تعاني واربعين حرب فلسطين واستشهد هناك رحمة الله عليها على كل شهادة وهو في ميدان المعرقة وبيستشهد الجمة الضباط كانوا صحابه كانوا متأثرين جدا بها قال يحمد عبدالعزيز وهو يموت قال إن إحنا أخطأنا لما جينا جاهدنا في فلسطين في البداية ميدان الجهاد الحقيقي هناك في القاهرة أحمد عبدالعزيز كان شايف اللي هو كان أولى بالجيش المصري قبل ما يفكر في تحرير فلسطين كان يحرر مصر الأول من الاحتلال اللي هو فيه قصدك أستاذ الاحتلال البريطاني والاحتلال الداخلي وانجلترا محتلنا عسكريا وفي نظام حاكم محتلنا سياسيا واقتصاديا واقتماعيا وطواطق وخضوع وبلا وسود لو أنا حبيت أنفذ وسيط الشهيد أحمد عبدالعزيز هبدأ بمين مع من نبدأ بالجهاد أبدأ بالجهاد بطرد قوات البريطانية ولا حسن أحوال الفلاحين ولا مقاومة جرائم النظام الملكي ولا دكتاتورية وفساد الأحزاب الأعم يا أستاذ والأشمل آه جيم أنا لو النظام الملكي كان نظام صالح مش فاسد كانت كل المشاكل دي تحللت الله ينور عليكم والله طيب السؤال اللي بعده كان الثورة العربية وثورة 23 يوليو تشابهت عوامل قيام الثورتان برفضهم ليه الثورة عربية وثورة 23 يوليو اللي تنكر ربضين ليه ربضين التواجد العسكري البريطاني بمصر ما كانش فيه تواجد عسكري بريطاني في مصر في وقتها لأن بريطاني لم تحتل لمصر في وقتها كان الأسطول البريطاني موجود في قناة موجود في البحر المتوسط فقط لكن ما فيش جيش بريطاني على أرض مصر إلى أن فشلت الثورة عربية استبداد وديكتاتورية النظام الحاكم آيو أستاذ الثورة عربية كانت داوم بالتصور ضد نظام توفيه واستبداد الوزارة بتاعته وكذلك ثورة 23 يوليو إحنا لسه يلين حالا أن الوضع السياسي في مصر كان سيء جدا بسبب ديكتاتورية الملك وفساده وفساد الأحزاب ولا نصوص الكانون الأساسي كان سارة عربية فشلت ولا البيوع الجبرية ما لهاش علاقة بصورة 23 يوليو يبقى لإجابة هنا أن الثورتين لما نيجي نذكرهم مع بعض كده هلا أن العامل المشترك في اشتعالهم هو رفضهم فكرة استبداد وديكتاتورية النظام بإذن الله تبقوا فهمين وبإذن الله تبقوا الأسئلة مفيدة وإن شاء الله محاش يسرح معين دعنا نشوف الجزء اللي بعد خلاص حنقولنا سؤال حوالي الاجتماعية وتمثلت في حاجتين الأقطاع والظلم الاجتماعي لهم العمال طيب تنظيم الضباط الأحرار أسباب ظهور تنظيم الضباط الأحرار الضباط الأحرار دون شباب ضباط عسكريين في الجيش المصري الضباط الأحرار دون مين دون مصريين زي وزيك الشباب أكبر منكم شوية كانوا ضباط في الجيش المصري مصريين استفادوا من معادة 36 والتحقوا بالجيش المصري لأنه خدوا بالكم زمان كان ممنوع أن المصريين يلتحقوا بالكلية الحربية وأن احنا دراسنا في الصورة العربية وهو قصر الطرقية على خريج المدارس الحربية بعد معادة 36 المصريين بدخلوا مدارس حربية وبدخلوا كلية الحربية والظروف تحسنت خالص الضباط المفترض أنه انت قضابط عسكري مالكش علاقة بالنواح السياسية قوانين الجيش بتقول أن أي ضابط عسكري هيثبت عليه اللي هو بيشتغل في السياسة أو بيتكلم في السياسة أو عضو في حزب سياسي هيعاقب وهيتحاكي لكن كل الكلام ده ما شغلش ضباط الأحرار ضباط الأحرار اللي كانوا كلهم جزء من الجيش المصري اللي رحر بـ 48 ضباط الأحرار اللي شافوا بعانيهم زميلهم وهم بيتقتلوا بسبب عدم التدريب الكافي والأسلحة الفزدة والضباط الأحرار اللي شافوا بعانيهم والجيش البريطان هو بيحصل قصر الملك وبيكبره لو هيعزل رئيس وزراء ويعين رئيس وزراء يا إما هنأزل الملك نفسه بعيد عن إن الملك راكر فاسد وهو السبب الجيش المفترض مسؤول عن حماية الملك فالضباط شعروا بإهنة لقرامتهم لما لقوا إن الجيش البريطاني بيهدد الملك بعزله وأنا كالجيش مصري بشاد رحم الملك اللي أنا أقصمتله يامين الولاء بغض النظر إن الملك هو السببب إلا خلت الضباط المصريين يا أستاذ يشتغلوا السياسة السبب الأول حادث أربع فبراير اتنين واربعين عندما حاصر الجيش البريطاني لقصر الملك فاروق وهدده بعزله حيث شعروا الضباط الوطنيين لإن قرامتهم قد أهينت لأنهم المسؤولون عن حماية الملك والله ناس عندهم دم يعني هم شايفين إن الملك فاسد وديكتاتور ومستبد وعن رغم من كده قالوا إن أهنته فيها إهانة لنا وخدوا بالكم إن الجيش المصري لو كان جاهز وفوقتها كان فعلا نجح حماية الملك أو عدم إكبار إنجلترا على عدم تحرير قواتها من قناة السويس إلى القاهرة لكن نرجع نقول إن الملك كان هو السببب من أسباب الرؤسيب داي ثانيا نزيمة الجيش المصري في فلسطين لسا يلينا يا أستاذ قلنا بسبب اللي هو ما كانوش مستعدين ونضربين اللي أنا أقر عليكم وبرضو حكيت لنا قصة الشعيد البطل أحمد عبدالعزيز ودي موجودة كمعلومة إسرائيلية في كتاب المدرسي إنكشاف فضائح النظام الملكي إنكشاف فضائح النظام الملكي لا أقول أنت معنا مش كل حاجة هقولها هتقول أي فضيحة كرة تقول يا ابن أقول أنا سمك لما اتحاد أثبتت يا أستاذ إن بعض رجال حاشية الملك هم من اشتروا الأسلاح الفاسدة مضيف ضيح اللي أنا أور عليهم تكتبوه ليه لا إنكشاف فضائح النظام الملكي وعلى سبيل المثال نتائج تحقيقات النيابة التي أكدت أن من اشترى الأسلاح الفاسدة بعض عناصر حاشية الملك سؤال لو أردنا التحدث عن مساوئ ظاهرة الإقطاع وآثرها للفلاحين سوف نتذكر نتائج أو إيه أصلا ظاهرة الإقطاع زاهرة الإقطاع أستاذ إن معظم الأراضي الزراعية يمتلك عدد صغيرة من أسرة الملك وحبيبه وبيت المصريين الفلاحين بيشتغلوا عنده بالأجر فالفلاحين كانت حالتهم سيئة جدا إيه من الأربع حاجات نتائجه كانت سيئة هل إصدار قانون المقابلة لا قانون المقابلة يا أستاذ انت أصدق ليه اللي هو أصدره إسماعيل سنة 1871 وقال إن الفلاح اللي هيدفع ست أضعاف الضريبة جملة واحدة هيعفى من نصف الضريبة طوال حياة والأرض هتبقى بتاعته لا يا أستاذ ده قانون المقابلة ده النتائج بتاعته إيجابية لحد الفلاح قاله إنه هو قد الاستقرار حالة الفلاح وإصدار الزراع اللي أنا أورا عليكم البيعات الجابرية أولو في آه يا أستاذ أنا فاكر أنا البيعات الجابرية دي كانت سيئة جدا لأن البنوك الأوروبية كانت بتستولى البنوك والشركات والمرابين كانوا بينتزعوا الأراضي الزراعية من أصحابهم لما بيعجزوا عن سداد الفوائد فالبيعات الجابرية دي كانت سيئة جدا ودي أستاذ برضو من نساوة الاحتلال البريطاني في مجال الزراع مصر فاصل التالت ولا حديث الدين شوية مناش علاقة ولا إلجاء نظام الالتزام لا إلجاء نظام الالتزام عمله محمد علي عشان ينهض بالزراعة يبقى هي أقرب حاجة هي البيعات الجابرية أو الوفائية لو أردنا التحدث عن مساوى ظاهرة الإقطاع وأصار على الفلاحين سوف نتذكر نتائج البيعات الجابرية أو الوفائية سؤال حادث 4 فبراير 42 حرب فلسطين يعتبر القصة المشترك بينهم وهو حادث 4 فبراير 42 يا أستاذ وحرب فلسطين يعتبر القصة يرين أن الاتنين الرغم من اختلاف الزمني كانوا سبب أن الضباط المصريين يشتغلوا سياسة كانوا سبب أن الضباط المصريين عملوا تنظيم سياسي سري اسمه ضباط الأحرار بقى الاتنين مشتركين في حاجة واحدة الاتنين أدوا إلى ظهور قوة سياسية جديدة وهي ظهور تنظيم ضباط الأحرار صغير يا أستاذ حرك عسكرية أيها نور عليكم ضباط عسكرية لكن اشتغلوا وكانوا عايزين يحرروا مصر من احتلال ويخلصوا مصر من النظام الملك الفاسد كل دي نتائج سياسية إذن هي قوة سياسية جديدة صهور تنظيم ضباط الأحرار تحرق تنظيم ضباط الأحرار داخل الجيش المصري البكباش جمال عبد الناصر بطل القصة بتاعتنا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر كان من ضمن الضباط اللي شاركوا في حرب جمال عبد الناصر للمصر بعد حرب ثمنية واربين شاف ان لازم الجيش وكل دور في الحياة السياسية تعمله طبيعا قال احنا لازم يكون لنا دور بعد جمال عبد الناصر يدور من أصحابه من الضباط الوطنيين اللي عندهم غير على بلدهم فوجد عدد كبير جدا من الضباط شبان وطنيين بحب أولادهم بيقرأوا الاحتلال بيقرأوا تدخل أو فساد الملك أخذ الضباط الوطنيين الشبان دول وعمل منهم تنظيم اسمه تنظيم ضباط الأحرار لكن كانت فيه مشكلة أنه الضباط دول يا شباب مش كلهم فكر واحد يعني ايه يعني فيه ضباط حزب الوطني فيه ضباط حزب الوطني فيه ضباط طبع جماعة حركة الإخوان دول اتجاهاتهم السياسية مختلفة كل واحد ليه دماغه هنتعاون إزاي مع بعض واحنا ميورنا السياسية مختلفة طب احنا ميورنا السياسية داخلية مختلفة لكن كلنا رينا هدف واحد اللي احنا عايزين نحرر مصر من الاحتلال الخارجي لهو البريطاني والاحتلال الداخلي لهو الملك ما يتيجي نركن اختلافاتنا السياسية على جنب ونشتغل لتحقيق هدفنا الواحد وهو تحرير مصر نجح جمال عبد الناصر اللي هو يشكل تنظيم من الضباط الوطنيين الشبان اتجاهات سياسية مختلفة لكن في هدف واحد نجح جمال عبد الناصر في تشكيل رابطة سياسية او رابطة فكرية من مجموعة اخدوا بالكم المصطلح رابطة فكرية دي يعني فكر واحد يربط عدد كبير جدا من ضباط اتجاهته من السياسية مختلفة الناس دي قرروا اللي هم يصعوا الى رفع الظلم عن الشعب المصري لكن قلنا بشكل سري تمنع الضباط من العمل السياسي عمتا جمال عبد الناصر وزملائه كان ليهم مبادئ يمؤمنين بها ايه بقى المبادئ ان الناس دي امانوا بيها واستاذ واحدة جاد احنا قلنا ان الضباط دول اتجاهات سياسية مختلفة يعني الدماج مش واحدة والضباط دول هدفهم واحدة هو تحرير مصر سواء عن مستوى الخارجة والداخل رقم تلاتة الضباط دول قالوا لازم نؤمن ونبقى مصدقين ان الاحتلال البريطاني خطرته مش في قواته العسكرية خطرته في العملاء اللي عاشين جوه مصر لكن مصالحه مرتبطة ببقاءه على رأسهم الملك واحدة واحدة يا استاذ بعديد يعني ضباط الاحرار قالوا الاحتلال البريطاني مش كلته مش في قواته العسكرية مش رمى اقوى دولة في العالم مشكلة الاحتلال البريطاني الخارجة ده ان فيه ناس بيحكمونا مصالحه مرتبطة ان الجيش البريطاني يبدل موجود فاحنا حتى لو حاولنا ان احنا لحارب الجيش البريطاني هم هيساعدوا جيش البريطاني يبقى انا لازم اطهر نفسي داخليا قبل ان اطهر بلادي من الاحتلال الخارج تازدك استاذا لهم عايزين الاول يخلصوا من الملك اه الخطوة الاولى لازم نخلص من النظام الملكي الفلسطي طيب يبقى ده المبدأ الاول لهم مؤمنين ديه ان خطورة الاستعمار او الاحتلال ليس ببقاء قوات الاحتلال انما خطورة الاحتلال في العملاء الخونة اللي مصالحهم مرتبطة وقاوة الخطة التانية او المبدأ التاني ان احنا كجيش احنا جيش مصري يعني جيش للشعب يعني لازم يكون ولائنا للمصريين مش للملك ما ينفقش ان احنا الجيش يكون وسيلة يستخدمها الملك لاخافة المصريين لا احنا عايزين احنا لبقى الجيش اللي بيدافع عن الشعب ونخوف الملك كان في جملة قالها جمال عبدالناصر وصف الجيش المصري بانه جيش يعني وصفه بالشبح كان الملك بيستخدمه لاخافة المصريين وقال ان الشبح ده جاء الاوان لكي يخيف الطاغيع اللي هو الملك نفسه وده برضو موجودة كمعلومة اسرائية في الكتاب المدلسي انتخباتنا لضباط الجيش المصري جمال عبدالناصر عمل التنظيم جمال عبدالناصر معادة كبير جدا والضباط الوطنيين جمال عبدالناصر شايف ان معظم الضباط المصريين في الجيش وتحمسين ليهم طيب جمال عبدالناصر عايز اعمل عملية اختبار القوة للتنظيم عايز اعرف هل التنظيم ليه اثروا على الجيش وليه اثروا على الضباط اللي موجودين في الجيش ولا لا فقرر اللي هو يدخل حاجة اسمها انتخابات نادي ضباط الجيش تسمعون طبعا على حاجة اسمها نادي الشرطة نادي القضاء نادي المهندسين نقابة المحمين كل الاندية ديت اندية خاصة بمؤسسات بيبقى ليها رئيس نادي واعضاء مجلس ادارة رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة بيتم انتخابهم فلما اقول لك نادي ضباط الجيش يبقى ده نادي خاص بضباط الجيش هيبقى ليه رئيس ادارة ومعه اعضاء دول بييجي عن طريق الانتخاب مين بينتخبهم والضباط بتاع الجيش جمال عبدالناصر هو وزمراء الوطنيين عايزين يندخلوا الانتخابات دي على منصب الرئيس واعضاء الادارة لكن في مشكلة ان جمال عبدالناصر وزمراء كلهم سنهم صغير وقوانين الانتخابات بتقول ان اي حد عايز اشترك في الانتخابات لازم يكون اسمه موجود في قائمة قائمة كبيرة فيها مجموعة اسماء القائمة دي على رأس القائمة واحد يكون رتبته عالية ويدخل ينافس على منصب رئيس الادارة رئيس مجلس الادارة ومع عدد من الضباط الرتب بتاعه مش مشكلة تبقى كبيرة يكون عضو ادارة فقررت ضباط المصريين البحث عن رتب عسكرية كبيرة يستفيدوا منها فكان اللواء محمد نجيب اللواء محمد نجيب رجل وطني اللواء محمد نجيب كان من ابطال حرب 48 والناس المصريين شاهدوا ليهم بالشجاعة والكفاح والوطنية اللواء محمد نجيب كان رئيس سلاح الحدود في الجيش لكن كون رجل وطني ورجل شجاع وبش دايما يتوافق مع اراء الملك فالملك اقصى بعده وودى سلاح المشاه وجاب اللواء تابع الملك اللواء حسين سر عامد من عملاء الملك عشان يكون رئيس سلاح الحدود يا استاذ واحدة واحدة عندي واحد اسمه اللواء محمد نجيب كان رئيس سلاح الحدود لكن هو رجل وطن مش من ناس اللي عندها استعداد تفوت اي حاجة خلاص احيانا كثيرة اراءه تبقى معارضة لاراء الملك فالملك قال لا انا مش عايز حد يراجعني في قراراتي انا عايز حد يقول لي تمام يا فندم سواء انا صح ولا غلط فبلاش محمد نجيب يمسك سلاح مهم زي سلاح الحدود مسكوه سلاح المشاه وهتولي واحد حبيبي باقي بيسمع الكلام اسمه حسين سر عامر هو اللي يمسك سلاح الحدود يعني ده مصدر رئيس السلاح وده رئيس السلاح اه بس طبع السلاح الحدود هو اخطر اسلحة هو مصدر عن حدود الدولة ام مثلا الضباط عرضوا الامر على محمد نجيب اللي احنا داخلين الانتخابات واحنا هنخش القائمة وعايزين نحط اسمك على رأس القائمة والعلم بالشيء السيدة اللي هو القائمة المنافسة لنا على رأسها اللي هو حسين سر يعني انت واحسين سر هتبقى متنفسين ضد بعض فدي فرصة ليك اللي انت تثبت اللي انت اقدر منه او انت محل ثق عنه بالنسبة لضباط الجيش وتم الموافقة وجارة الانتخابات اجتمع كل ضباط الجيش المصري وكان عددهم كبير تواريبا فوقتها يعني في المناج اللي قال اللي هو كان فيه خمسمائة ضابط مصري عملوا حاجة اسمها جماعية العمومية اجتمعه في مكان اسمه اه لو قاعة السينما بالعباسي في القاهرة الكلام اللي بكلمه كانون ده فاخر يوم في سنة واحد وخمسين يعني في ديسمبر الف تسعمية واحد وخمسين تم ناقات الجماعية العمومية كويس لما نيجي البص كده هي تم الاتفاق بين لجنة تنظيم واللواء محمد نجيب على دخول معركة الانتخابات وعضاء اسم اللواء نجيب على قيمة اسمها الضباط الاحرار وتم توزيع لجمعية العامة للضباط الجيش المناقضة في قاعة السينما بالعباسي نتائجها فوز اللواء محمد نجيب بمنصب رئيس مجلس الادارة بالاجلابية ومعه قائمة الضباط الاحرار وعضاء مجلس ادارة اللي مراكتس بكم هيقول لي مين هيزعل من الكلام ده مش محتاجة تركيز يا أستاذ إلا هيزعل للملك وإلا هيزعل حسين سر طب هل الملك هيسكت أبداً ده حسين سر حبيب يعمل ليه الملك إن سلاح الحدود اللي رئيسه حسين سر عام يكون ليه عضو في مجلس ادارة النادي وعد يضغط بشدة على اللواء محمد نجيب عشان يدخل معه حسين سر عام محمد نجيب رجل قراره كان دستوري جداً ومحتنم جداً والله أنا جاي بالانتخابات والأعضاء دول جايين جاي بالانتخابات وحسين سر يدخل الانتخابات وفشل فمنهش مكان فوسطينا لكن إصرار للملك أشعر محمد نجيب بالقلع كان فقال للضباط حين لازم نجتمع وناخد قرار في الموضوع ده هنوافق ولا هنرفض تم عقد اجتماع في شهر يونيو 1952 شهر يونيو 1952 يعني قبل الثورة بشهر آه قبل الثورة بشهر اللي حصل فيه أستاذ هذا الاجتماع هو أخطر اجتماع عسكري بعد الثورة العربية ليه؟ الضباط وعلى رأسهم اللي هو محمد نجيب قاله الملك فاروق لا أمرك مرفوض مش هننفزه حيسين سري عامل منهش مكان معنا وعشان نقول لك حاجة احنا مش نسمع كلمك في حاجة غلط تاني اللي أنا بقوله ده خطير جداً خطير ليه؟ الجيش ما سمعش عوامل الملك الجيش أسقط ولاقه للملك الملك فقط سيطرته مع الجيش اللي كان بيحصل في السر بقى في العنانية انت قلت بتدور من الضباط الأحرار احنا الضباط الأحرار احنا الضباط الوطنيين احنا مش هنسمع عوامل مش هننفز الكلام بتاعك طعفين كده العداء بقى صريح يعني يوصي العداء صريح يعني كده فيه تنهين طرفين على العداء صريح الملك العنصر اللي هو في السلطة التنفيذية الملك محمد نجيب يعني القوة العسكرية فالعدوين اصبح ده صريح فكده فيه طرف لازم يخلص من التاني فعشان كده الصورة جات بسرعة بعدها بشهر سؤال ابتماع الضباط الأحرار في يونيون 52 اللي هو اكتر ابتماع عسكري موقف الضباط العربيين من توفيق بعد مطالب مايو اللي اتنين يؤكدوا على ايه طبعا انا هفكركم بالعربيين بعد مايو بعد شهر مايو في الفصل الثالث فالخده وتوفيق طلب من عربي اللي هو ياخد الرجال بتاوته الجنوب بتاوته ويروح السودان لقضاء على الصورة المادية وعربي رفض وقال ان الخده وتوفيق عايز يبعدنا للسودان بحاجة الصورة المادية لكن السهب الحقيقي هو عايز يبعدنا عن الاحداث في القهرة فكان الضباط العربيين بشواصقين في توفيق بعدها توفيق له خلاص عربي بلاشت السافر لو جوه حر في السودان حبيبي تخلي الضباط والجنود العربيين اللي معاك يساعدون في حفر الترع اللي هي الرياح التوفيق لقد وربي قالوا لا يا الايم انت عايز تخلينا نشترك في حفر الرياح عشان تاخد مننا السلاح فانا ما عندي الثقة فيه فكده عربي ما كانش واصق في الملك وكذلك الضباط الاحرار كانوا منعدي ديمين ما عندهمش اي ثقة في الملك اذا الاتنين اكدوا على ان عدم الثقة بين المؤسسة السياسية اللي هو الحق الحاكم والمؤسسة العسكرية طيب نجو بعد كده تحديد معوض الصورة تنظيم الضباط الاحرار يا شباب تشكل سنة 1949 بعد حرب 48 يعني بعد حرب فلسطين سنة 48 في 49 تم تشكيله ضباط الاحرار في 49 سنة 1949 وضباط الاحرار قالوا هنعمل صورة ضد الملك سنة 55 بصوا الضباط دلوقتي هنقول لهم يقعدين في سنة كام 49 ونجوا من فلسطين بالسلامة انهزموا وكانوا شايفين مدى الجرم ومدى المشاكل اللي اتعرض لها الجيش المصري ففي نهاية الامر اللي حصل ايه قالوا خلاص لازم نخلص من الفساد الملكي فهنعمل صورة سنة كام 55 يعني في 49 قالوا هنعملها سنة 55 يعني بعد ست سنين فترة بعيدة قوات وستاذ ليه قالك لا مش بعيدة قصة تنظيم الضباط الاحرارة تنظيم سنري فلازم يتحرك بحرص جديد في نفس الوقت انا ما اقدرش ابدأ المعارقة مع الملك اللي اذا كنت انا متأكد ان انا قوي جدا وان الجيش معايا فكان لازم ياخدوا فترة مناسبة وياخدوا وقتهم علشان يتأكدوا ان اعضاء التنظيم بعدادهم كبير علشان يتأكدوا ان التنظيم بقى ليه اتباع في كل الوحدات العسكرية في الجيش طب ده ساعدة ولا صعب ده صعب جدا ده انا عايز اقول لكم ان المخابرات الحربية اللي هي في الجيش المصر والبولوس السياسي ده حاجة زي امن الدولة اجهزة الملك الخاصة بالامن اجهزة المخابرات البريطانية والامريكية خمس مؤسسات يبحثوا من هم الضباط الاحرارة عشان ينفوهم يشرطوهم اي حاجة القصة دي كله انا بحكي امتى بحكي في تسعة واربعين سنة تسعة واربعين وقالوا هنعملها سنة خمسة وخمسين عدد سنة تسعة واربعين وسنة خمسين وسنة واحد وخمسين جي في اتنين وخمسين فاكرين حريق القاهرة سيوم ستة وعشرين يناير السبت الاسود الف تسعمائة واخمسين ايه وساس فاكرين فاكرين لما الملك استجل حادث حريق القاهرة وعزل وزارة مصطفى النحاس بإذن الله فاكرين قام الملك بعدها بتشكيل وزارات كتيرة كلها وزارات اقلية الشعب اللي يصق فيها فبسبب ان الملك قام بتشكيل اربع وزارات متتالية دون انتخابات الضبات قالوا مش هينفع نصبه لسنة خمسة وخمسين ايه رأيكم نعملها السنة دي بس في شهر نوفمبر اتنين وخمسين يعني يوم ستة وعشرين يناير اتنين وخمسين قالوا احنا مش هنعملها خمسة وخمسين احنا هنعملها في شهر نوفمبر حداشر اتنين وخمسين وبدأت الايام تمشي على اساس اللي هم مستنيين شهر نوفمبر لكن يوم ستةاشر يوليو سنة اتنين وخمسين الملك قال انا لازم اخلص من مجلس ادارة النادي اللي على رأسه محمد دي هتخلص منهم ازاي اولا انا هصدر قرار بحل مجلس الادارة الادارة اللي جات بالانتخابات دي تمشي انا مش هايزها وانا هجيب لهم وزير حربية يكون الراجل كده جامد يخلص لعليهم يفصلهم يشرطهم ينفيهم وبالفعل اصدر الملك فاروق قرارين القرار الاول تشكيل وزارة برئاسة نجيب الهلالي يكون رئيس وزراء واحد اسمه نجيب الهلالي ومعه وزير حربية اسمه اسماعيل بيكشيرين اسماعيل بيكشيرين ده الوزير الحربية اللي الملك عايز يجيبه وعايز يجيبه بهدفه التنكيل بالطباط الاحرار فصل من الخدمة تشريد اعتقاد المهم يخلص منهم تمام الضباط قاله احنا لو صبرنا شوية عشان نعملها في شهر نوفمبر هيكون الملك خلص مننا هنعمل ايه قال خلاص احنا نعملها ليلة 22 يوليو طيب اش معنى ليلة 22 ليلة 22 يعني يوم 21 بالليل ليه اصلا يوم 22 الصبح اسماعيل بيكشيرين هيقفض ده من الملك وهيقول يمين الولاء للملك هيقول القصم فنا مش عايز اصبر لما هيجي اسمها الشرين انا عايز اعمل الصور قبل ما اسمها الشرين لكن ما يدلوش يعملوها ليلة 22 فعملوها ليلة 23 بالله عليكم لو معاكم قلم اكتبوا وراية اولا رقم واحد سنة 49 قالوا هنعمل الصورة سنة 55 لكن يوم 26 يناير الف تسعمية اتنين وخمسين وبسبب حريق القاهرة وتشكيل وزارات اقلية قالوا هنعملها في نوفمبر اتنين وخمسين لكن بسبب قرار الملك يوم 16 يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين بحل مجلس ادارة نيادة ضباط الجيش وتشكيل وزارة برقاسة نجيب الهلالي مع وزير حربية سسماء البكشيرين قالوا هنعملها يوم اتنين وعشرين لكن اصبح الموقف صعب جدا فعملوها ليلة 23 القصة مش بار يعني بالسنين ممشيها قدامه برجع الوراء لا القصة حصلت انهما كانوا عاديين في هذا مع بعض سنة 1949 وبدأ يخطط كل ما الايام بتمشي يعني قالوا هنعملها سنة 55 لكن حصلت مشكلة سنة 52 بتاعت الحرك القايرة قالوا نعملها بعد خمس شهور حصلت مشكلة بسبب حل مجلس ادارة النادي هنعملها اليوم 22 لا هنعملها اليوم 23 بإذن الله بقى واضح البعين الاول للصور يوم 23 الصبح الساعة 7 ونص المصريين عادين كلا في بيوتهم واللي عاد على الاهوة واللي عاد في شغله بيفطر كده سمع واحد اسمه محمد السادات ضابط في الجيش المصري بيقول خطاب بنائب عن محمد نجيب يعني بيقول كلام بلسان محمد نجيب بيقول ايه قال ان احنا الضباط المصريين في الجيش المصري طهرنا انفسنا من الخونا طهرنا الجيش المصري من العملاء من الفاسدين من المرتشين من الناس اللي تسببوا في هزيمة الجيش في حرب تاني واربعين وقال ان اكيد المصريين هيفتخروا ويفرحوا جدا باللي احنا عملنا ده تمام كلام ده ساعة 7 ونص الصبح بعد البيانة الاول للثورة كل الضباط المصريين اللي ماكنوش اشتركوا في الثورة ولا في تنظيم الضباط الاحرار اشتركوا واللي ساعدهم على كده ان تم عزل كل القادة القدماء من الجيش اللي هم القادة التابعين للملك واصبح الجيش كله في قبضة محمد نجيب طيب تسعة الصبح كلام ده سبعة ونص الصبح ساعة تسعة الصبح اللواء محمد نجيب خرج مبنى لقاست الجيش اللي في وسط القاهرة بعربية جيب مكشوفة ونزل ميدين القاهرة الشعب المصري مبسوط جدا باللي حصل الشعب المصري التف حولين اللواء محمد نجيب هتاف وتصفيق خلاصة الكلام صور 23 يوليو من اللحظة الاولى وجدت تأييد عسكري وتأييد شعبي كبير جدا كل ده احنا لسه يوم 23 سبعة ونص الصبح البيان الاول تسعة الصبح محمد نجيب ظهر على الارض وعلى الاحداث يوم 23 الظهر تنظيم ضباط الاحرار امر الملك فاروق بيقالة وزارة نجيب غلالي بتشكيل وزارة بلاستعلمات ده الكلام ده الظهر يبقى انا كده قلت احداث سبعة ونص الصبح تسعة صبح الظهر ماشي طيب مساء ده الضباط الاحرار اجتمع يوم 23 يوليو مساء اجتماع بقبري مقر قيادة الجيش بقبري القبة وقالوا فيه لابد من العزل الملك الملك فاروق فوقتاه كان في الاسكندرية قصر رقع ستين في الاسكندرية والضباط الاحرار قالوا هنبعد وحدات عسكرية من الاسكندرية عشان نحفظ على الامن والاستقرار في حالة حدوث اي اضطربات بسبب عزل الملك قدموا وثيقة التنازل للملك فاروق ارول وفاروق كفاية عليك كده وعلى اسرتك انت من ناس لمحمد علي مقلكم مية وخمسين سنة بيتحكمونا كفاية عليكم كده تفضل بالادب كده امضي على وثيقة التنازل وتفضل مع السلام الملك فاروق مضى لو تنازل عن العرش اللي وليه عهده طفله صغير فوقتها كان اسمه احمد فوقت كان لسه طفله صغير حكم مصر تحت وصاية كان اكبر ضابط في الضباط الاحرار واحد اسمه رشاد مهنة ضابط كبير في السن رشاد مهنة ده كان الواصع عليه يعني احمد فوقت ده ما حكمش بشكل مباشر اللي كان بيحكم فعليا من بعد الثورة الى الغاية نظام الملكي هم لجنة او تنظيم المضبط الاحرار يوم 26 يوليو شوه لك ايه غادر الملك فاروق ارض مصر يوم 26 يوليو كتاب بتاع المدرسة كان بيقول جملة جميلة جدا قال لك ايه مع غروب شمس يوم 26 يوليو غربة شمس اسرة محمد علي خلاص لا مش غربة شمس غربة اسرة محمد علي خلاص اسرة محمد علي كان بتحكم مصر من 185 محمد علي وعباس وسايد واسماعيل وتوفيق وعباس حلم وحسين كامل وفؤاد وفاروق وكل دول كانوا من الأسرة واحدة من الناس الواحد الناس لمحمد علي كل دول مع السلامة واخيرا المصر يحكمها أهلهم وده حدث فريق جدا اصلا مصر مصر فقدت الحكم الزات من ايام الحكم بعد سكوت الحكم الفرعوني ودخلنا في احتلال وبعد الاحتلال دخلنا في دول مستقلة ودخلنا في دورة مماليك واثمانيين وقبلها كان فيه فاطميين واخشديين قصة كبيرة جدا لكن ربنا أراد ان احنا نرجع نحكم نفسها من سنتين سؤال ترتبط الأحداث التي تشير اليها الصورة المقابلة بنتان تصورة الملك فاروق وحطت الشرع لأيه دهبت ولبس كاب وراحين يركب السفينة عشان يمشي من مصر السفينة اللي هو مش فيها نفس موجودة حتى الآن ليس مع المحروسة موجودة حتى الآن وبتستغل في أي حدث سياسي هام يعني في افتتاح قناة السويسة الجديدة كانت موجودة هي الأول سفينة عبرت من قناة السويس كانت هي السفينة المحروسة نم ملك فاروق بالسفينة ومشي وعاش في إيطاليا وطريبا لقيت ممات هناك وأحمد فهد الساني لو لسه عايش فهو عجوز جدا وممكن يكون مات من شهور قريب سؤال ترتبط الأحداث التي تشير اليها الصورة المقابلة بنتان الملك فاروق ومشي ليه ملك فاروق يا أستاذ مشي بسبب قرار لجنة تنظيم والضباط الأحرار الاجتماع اللي عمله مساء يوم 23 يوليو 52 يبقى الاجتابة هنا اجتماع الضباط الأحرار مساء يوم 23 يوليو حلو السؤال ده وإذن الله جميل يعني تخلصت مصر نهائيا من نتاج فرامان 66 وأثار السياسية على الأنصر حاكم مصر فرامان 66 يا أستاذ يعني أنت أنت تكلمنا سنة 1866 بعد ما وصلنا إلى 1952 التاريخ مش منفصل طب هو إيه أصل لأستاذ فرامان 66 نحن مش فاكرين ده فرامان أصدره السلطان العثماني لإسماعيل قال فيه إن مصر هتحكم من قبل إسماعيل ومن أكبر أبناء الزكور سنة يعني إيه أن يكون العرش مصر في أسرة إسماعيل وده حصل فعلا سنة 66 حاكم إسماعيل وزن جي توفيه ابنه مات جعب بس حلم ابني توفيه عزل جي حسين كامل أخو توفيه لغاية ما مات جي فؤاد أخو حسين كامل لغاية ما مات جي فاروق فهي أسرة واحدة إمتى بقى القرار ده تلغب والناس دي مشوا وخلاص منوش لينا ودعوى بينا كرام ده أستاذ حصل بعد تصورة 23 يولي و 52 درسة خلص أنا بحبكم في الله أنا معكم مستر أحمد عبد الرحمن وأعلم أول ألف مادة تاريخ مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية مدرور التونس أيناء توفيه يا شباب وإن شاء الله يكونوا استفدتم مننا ويا الله بحب ذا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر